اشتركوا في القناة 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 و تتهمي هذه اللحظة في نشوفك هذه اسميته قمرنا معه عايق طلعنا السيد دوينا معه قلنا له الله تعطيك السر الى وش ها بدي الدريفة الزودياقة ولا فاديك الباطو قالينا اللا لغن دي الدريف الباطو كونهو هانين احنا لناس معقول لغن دي الدريف الباطو كونهو لغن دي الدريف نهار واحد في شهر جوجه 2017 الدريف والسيد شو بجوجهم من اللي حقولتنا عايق عليها بقى كايدون عايق عشريات يقول الوالدة احنا لغن هانين هادي واحد نهار واي مبقاش كاعايق بشوية بشوية نهار ايه ونهار الله شوية مبقاش كاعايق كاعايق عنها السيد جارنا كاعايق عايق عليها احنا شوية بحالة حالة الناس ظهروا فينا يعني اذا اكلوا وعدلت اعطت لهم او لو كاعايق ما بقوا كاعطونا ان اكلوا ما بقوا كاعطونا انشربوا اني مهودة على الزنقة شريت من ناكل انهو سعيد صافي داس يومين جاءوا عندهم قالوا انهم يالله تشيو انهو نهار الجمعة نهار السبت انا عايت على الكسيدة قلت لها وش دراري بشيه ولا باقين قلت لها رأى باقين نهار السبت سيخرجوا مع العشية السيدة يعني انت ما في بيبيا؟ لا انا في المغرب هنا في الخريب ولكنك اتتواصل مع نسيبا ونسيبا كيتواصل مع الناس كيتواصل معهم قلت لنا اللي انها سبت سيخرجوا ومنها خرزوا الجمعة اللي انها سبت والحد والاثنين والثلاثة ومن كان عايت على السيدة قلت ليا قلت ليا رأى سيخرجوا قلنا نحقوا كرة قلنا نحقوا كرة وحنار جسيت جسيت داز من الباب وانا شوفوا كلي متخلعت كانت سنت عنا ولدي تابع عمر لاور وانا شو حاجة جارك رجعت رجعت جاري رجعت وانا اقول لك ساعد قال يو دخلي غادي نقول لك دخلي وبدأك يبكي قال يراكينا ربشينا رحنا عيطوا علينا ودعونا وركبونا في الزودياق يعني ما بقى لباطل قال يو تخلعنا وعلى الفريادة قال يو تخلعنا ركبنا قالوا نسيرو اعطوا الولدي قالوا لي صوب ما يقول السيد يقول الجاري اللي رجع يمشته ويحرق معه قال لي ابشا والدي وراجخده خرجه وانا اخرجه فاقتار فاقتار قالوا يوقع سيخلجه وانا أجرد ثم كانت الإنسان قالوا ايها انا أقردت وانا اردت اختار يسل الكراسي هذا سيد جارنا رجل كبير عنده خمسين عام قال لك شديت بيضو وولدت كلاح وشي واحد مبقى عرف واحد قال يجوا احنا الحرقة خرجونا صافي مني خرجونا لزونا الدونا في طنوبيلات قال ايه ابرتنا مع تشي ثلتية ونرب عيان قايد نطلب فادو كل الناس سيف طوني قايد نطلب ونبوس في الرجلين قال ايه احنا الحرقة احنا الحرقة قال ايه سيف طوني قال يبقى نصول فيهم على سعيد نصول فيهم على سعيد قالوا ايه والله ما مات سعيد راك اللي يشدوا البوليس كل واحده في انتجاه واللي ماتوا مع الساق كحلي من دوك الكحلي ها دوك اللي ماتوا ودوك اللي اللي اسميتو ما يشدوا البوليس ما يشدوا كل واحده جدا ولكن الجوش البيضين هم ولدي وشعره هم اللي عندهم البشرة بيضين هم اللي بيضين 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 ومن تمنا ونحنا في المعاناة من تمنا صيفنا لديك اللي مغيلة الأحمر في الساعة عيطنا عليهم كيقولنا الموت مكينش كان عيطوا على الناس كان عيطوا وكان عيطوا عدي سباك الله دراري شوية في عميدك تليفون كي عيطوا على الناس كان يقولون الموت بعدها ما كينش يعني هنا يكس يقولون أنت الموت مكينش وأنا حاسة قولي حاسة قولي مميتش حاسة بي مميتش ومن تمنا وانا كان عاني وانا كان عاني وانا كان عاني تولي العينين تحت القلب الكفدة فاضت لي وانا كان عودة داتي وانا كان بيه لديه لدراري أخرين باش ميت ألموش كان قولهم أصفار ودكش وحد دراري عدي تبوص من دراري مبقاش عدو العقل وانا كان يأكل بيه وينحس بيه وشرب بيه والتي كان خايفة على در الاخو والتي تخايفة على در الاخو وهذا اللي كان هذا اللي كان انشيت هذه الجالية المغربية ما خليش عم المرة انشيت عشرات المرات او اكتر او اكتر انشيت انشيت الوكيل صيفتو البوليس اقرأوا بالمعلقة لاعلم لاعلم على هذا الأكسيد لكن اقرأه في وجود الوكيل إلي كان كان ميت انشتغل وديون عندي وذوم قلتت معلقة مانا من هدو كان أقرأت عليهم كتيرتين مع تلك الناس يدر و حبث خليل أقرأوا على الوكيل القدر عن أ banyak حاجة لأتصاله هل هو ما إسمه كامل تسيدي؟ أنا أجعى أن أسميته لدينا سيدي أمني بالتسيدي أعطيت أسميته أعطيت من أده و أمرته حيث كان عنفه من سيدي احدى منبدو ؟ من استدعى ومستدعى؟ ما عمرهم استدعى من لا أستدعى فكذب أظهر أن تطبع ألاقل على الأقل سيد يعطينا عقلية و يتراسل مع ذلك الناس يقولون لي إلا مات الله نحنه ما شعه أولو ولو لأخه إلا بقي حين انتنا الله انتنا الله يشعر بيه و يشوف فيه و يشوف في جميع المسلمين يعني هذا اللي كمواسط الحرق هذا هو ولد خريبة أو اللي في أقادير و يجي خريبة و يجي العدم سابه ده ما بقاش يجي ده ما بقاش يجي ده ما بقاش يجي ده ما بقاش يجي مده ما ممو أنت القلب ديال الأم يقول ولدك بقي في الحياة الله يسمعك الإخوة يا ربي أمي كنتمنى يعني هذا نحاول إخوة نعطوني صورة دياله باش نركز علي هذه آخر صورة دياله يك نجد صورة دياله باش نركز عليك إذا نلاحظوا معنا مشاهدة قناة شوف تيفي هذه هي آخر صورة دياله بسعي الله يسمعهم نتقاب الخير يا رب من أخوتي بانا كنت برطا جوا هاة الصورة فلعمر ديلها تقريبا 5 سنين ما زال ما كملش خمس سنين دارك ياك ما زال يعني نقوله تقريبا خمس سنين هاد الصورة خوتي ديال ساعيد تقريبا خمس سنين هاد بجدار هاد الصورة مم انتي حاولي وصفي لنا شوية ساعيد حاولي توصفي لنا شوية ساعيد ساعيد بيض ساعيد بيض بزاف وشعر ورطب وشعر طب ودري ما نقولش لك تعز لي بلوز درالي عقوة دري درياف ومقدة وكي حشن وكي خاف كي خاف بزاف معمره تشد معمره داسعي شي حاجة خيبة معمره متخلق بزاف 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 وحد دريب وحده رايحوما كله عارفة درالي رايحوما اصحى حبهم رايحو يتسطى وغاي خرجون العقد لدياذ ناس لا كل شي بقى فيهم تيدير اللحية ووف تلخر عدال اللهية تلخر عنده شي توحيمة عنده شي رجل؟ توحيمة في رجلي بيضة كوية كبيرة كوية ساعيد على قطق تساق لانه لانه فطول ديال الساق ما شعره بالنسبة يعني اوجه ما في لترحيبه لا ما فيه التحاجم ما فيه والو والدي درويش ودريف ومرضي الوالدين راضيع لي انا راضيع لي مرضى تسمع لنا ان شاء الله يكون بخير وعلى أخي بخليني لا تمحني يقول يومبي انسى حبيدة يتسخر يقول يا الوالدة ما تمحنيش حاجة لي تمحنك مكيناش وانا انشى مامل طاليان وانطلع وانطلع بخوتي ولكن الحمد لله الله فيك كل شي الحمد لله هذه صورة ديالتوا اه ديالتوا هذه تقريبا هادو ملاخرين هادو دارم عفد كوي احنا كبرنا عنده ديبلوم ديال عنده جوج ديبلومات ان هذا هو السبب يقولك عندي ديبلوم اعني احنا كيف قد تقريبا اشعر investigتي واندرس واندرس اوانا ايهد من الدين اعطاني الملكورون اذا مشاهدة قناة شوف ديفي كان هذا النداء لام ديالته لام ديال ساعد لذلك الساعة كان في 2017 كان في عمره 24 سنة يعني دبرة تقريبا 29 سنة هتكون عنده 29 سنة سعيد وصفته لنا الأم دياله على أنه واحد الشاب المتخلق واحد شاب مرضي مدى ما ممتيرا دياليه إن شاء الله يكون بخير وعلى خير ويرجع الأحضان ديالكم وترجع السعادة لبيت أكيد كما كان نقوله الأم جاء العيد ما هو عيد جاءت مناسبة دينية ما هي مناسبة لأنه نقص واحد الكبد في الدار ان شاء الله ربي يجمع الشمل فبالنسبة للشيء توحيم في وجهه لا يوجده لا يوجده شيء توحيم لا يوجده شيء توحيم لا يوجده شيء ضربه في وجهه لا يوجده مؤخرا شعره ارتب بيض عنده البشرة بيضة رجليه في السق دياله عنده واحد توحيمة بحل الشح ما قلتي بيضة واحد توحيمة بيضة وطويلة يعني في رجليه في السق دياله قلب هاته يقول لي هولدها ما ماتش سعيد ما ماتش وحتى يعني المعطيات اللي اعطاها جارهم اللي احتى هو مشحر قمعه قال لي ها سعيد من اللي مشينا واحد اللحظة حس بالزودياق يعني بدت كتميل تلاح يعني عارف رأسه غير ينجم رأسه ما يزعمش الواحد وغادي تلاح تهو غادي يحاول يشد في بيضه ولا يشد في شيء حاجة ولكن هو عوان يعني ركن هنا يا ميتر ناجر يعني كان عارف رأسه بانه غير ينجم رأسه خصوصا انه هم ما بععدوش بزاف حسب المعطيات اللي اعطى الجار اللي كان معاه ما بععدوش بزاف بالنسبة من اللي التواصلوا معه الهيلة اللي احمر تمه في ليبيا قالوا لي هم ما كانش واحد عنده البشرة بيضاء في الموتة يعني ما ماتش يعني اكدوا لي هم بان اللي ماتوا وما اخطنا الافارقة يعني ما كانش اللي عنده بشرة بيضاء ولي كانوا عندهم بشرة بيضاء فهديك الزودياق اللي مشاو غير سعيد والجار دياله الباقي لا يعني هنا اخوتي كان احتمال كبير انه سعيد بقي على قيد الحياة ان شاء الله كانت منه بالبرتاج ديالكم وبالمساعدة ديالكم قال لي تيعرف شي حد يتواصل معاه يسول على سعيد ويرحم القلب ديال هاد الام ويدخل السعادة لبيت هذا اللي ربما فقد السعادة من اللي مشا سعيد ان شاء الله يرجع سعيد وترجع السعادة لبيت ولقلب الام دياله لان فعلا مرضات من مورا الهجرة او من مورا المغادرة ديال سعيد ارض الوطن مرضات مسكينة في عينيها اكترت مكت بكيليل ونهار درت عملية على القلب اللي يشافيها ويعافيها ويجمع شملك مع وليدك بقلك شو حاجة مونتي قد نذكر بعدها برقم الهاتف اللي عندو شي خبار ويبغي يتواصل معاكم فقد نذكركم خوتي برقم الهاتف اللي بغي يتواصل معاهم اللي يجزيكم باخير بغينا المعقول لان هذا شي اللي فيهم يكفيهم اللي عندو شي خبار يتواصل معاهم رقم الهاتف 06-14-66-11-46 نعود خوتي رقم الهاتف 06-14-66-11-46 هذا رقم الهاتف برتجيو خوتي في ليغروب ربما يقدر يكون ساعد غدر ارض الوطن ما بقاش في ليبيوكين في الديار ايطاليا اذا محتاجين هنا يا خوتينا في خارج ارض الوطن محتاجين اخوتنا اللي في ليبيا محتاجين الهيلة الاحمر اللي في ليبيا اي واحد عندو شي خبار ما يبخلش الله يجزيكم باخير والأي واحد شف انه يقدر يقدر يقدم يد المساعدة لهذا الام اللي هاي كتناشدكم اخوتي بالدموع رحموها تخذ العمانتي اللي كانت طب منكم اخوتي رحموني لذي المغرب ولا خارج المغرب رحموني لكم كتوية اللي خمسةين وانا كنتعدب نحاس ما كننعسوش والشوفان ما كنشوفوش ومشيان ما كنمشيش والله ليعان بيا الله ليعان بيا الله ليعان بيا وبكم الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف ها الدري ولا سمع ها الدري ولا سمع لي شي خبار رأي من مرة تلتليفون عندكم ورحموني الله اللي غيرحمكم الله اللي غيرحمكم الله يجمع شملكم وانتي مع ولدك ويسمعك خبار الخير في القارب يا رب وكنتمنى الخبار اللي تسمعيها تكون زوينة ان شاء الله وترجع السعادة لبيت ديلكم والقلب ديلك ان شاء الله وسعيد كذلك يلاكن سعيد كي يشوفك وما عارف كيفاش يتواصل معكم نتمنى يعني تكون هذه سلة تواصل غادي تكون بناتكم ان شاء الله رقم الهاتف خليناه في العنوان درناليكم تذكير خوتي بارتاجيو في لي جروب بارتاجيو مع الناس قاعد لك اتعرفو المهم اللي قدر يقدم اي مساعدة باش يرحم قلب هاد الام ما يبخلش شكرا لكم متتبعينا دمتم في رعاية الله الى اللقاء